بدوا كل اللبنانية بعدين يدفعوا الفرق لأن الليرة بعد تنهار حكماً يبتنهار قبل تسديد الديون والمودعين بيتحملوا الفرق الخسارة أو بتنهار بعد تسكير الديون العامة وبتنهار ويدفعوها كل اللبنانيين لأنه بالنتيجة وبتنهار سعر الليرة كل اللبنانيين بيدفعوا من الضرائب هلأ حالياً عاطل سعر واهمة للليرة بدأ نوع من التقويم الجديد بدأت نوع من تحقيق كنترول يعني مراقب مالية لمصرفات الدولة منذ أن كان لا يزال منفياً في فرنسا ومنذ العام 1998 تحديداً بدأ الرئيس العماد ميشيل عون نضاله في سبيل الوصول إلى التدقيق المالي الجنائي تدقيق بات لمفر منه بعد كل الانهيار المالي الذي تلى 17-20 فأقرته حكومة الرئيس حسان دياب في أذار 2020 إلا أن طريقه لم تكن ميسرة بداية طيرت أول شركة للتدقيق بعدما قيل أن لها ارتباطات إسرائيلية لاحقاً جاء الدرائع السرية المصرفية وتمنع مصرف لبنان عن تسليم الشركة المستندات المطلوبة ما دفع بشركة الفرازن مرسال للانسحاب فكفك رئيس الجمهورية كل هذه الألغام فعلق مجلس النواب السرية المصرفية واستؤنفت المفاوضات مع الشركة لتوقيع نسخة جديدة منقحة من العقد عقد وقعه وأخيراً اليوم وزير المال الجديد يوسف الخليل ممثلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة بعد هذا التوقيع وما انتصل الدفع الأولى لحساب الشركة سينتقل فريق من المدقيقين إلى المكاتب المخصصة له في وزارة المال علماً أنه كان قد زود منذ أسابيع بالمستندات والأجوبة التي طلبها من مصرف لبنان ليبدأ عمله على أساسها فيقدم خلال مهلة 12 أسبوعاً تقريره المبدئي لوزير المال التقرير الأولي هذا قد تكتفي به الحكومة إذا أمن لها ما تبحث عنه على صعيد الأرقام والحقائق ولكن إذا أرادت أن تتوسع في بعض أوجه هذا التقرير فبإمكان الشركة تقديم تقرير إضافي من ضمن شروط هذا العقد أهمية التطقيق المالي الجنائي أنه سوف يبين الأرقام يشرح ويفند أسباب الفجوة المالية الموجودة لدى مصرف لبنان والبالغة 55 مليار دولار يوزع الخسائر يحدد المسئوليات ويفتح باب المساءلة والمحاسبة ومن دونه لا يمكن الحديث لا عن إصلاحات ولا عن عودة أموال مودعين هذا الإنجاز ما كان ليحصل لولا دفع رئيسي من رئيس الجمهورية علما أن هذا العمل تبنته أيضا حكومة نجيب ميقاتي في بيانها الوزري حيث تعهدت استكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع عقد التطقيق في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتطقيق المالي في الوزرات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وهو أمر يفترض أنه لن يكون هناك أي إشكال في حال تطلب الأمر تمديد العمل بموضوع رفع السرية المصرفية التطقيق الجنائي ليس حاجة داخلية فحسب بل يشكل أيضا مطلبا دوليا أساسيا ذكرته بالمباشر المبادرة الفرنسية وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي أيضا فهل يصل اللبنانيون إلى الحقيقة الموعودة خلال ثلاثة أشهر؟ أم أن المنظومة المالية والسياسية ستحاول مجددا وضع عصيها في الدوليد؟